سلام عليكم وعنكم خيال دحمة من اسكيل بوداكشنز والنهاردة هتكلم معاكم عن انطباع عن بيتة رينبو ساكس سيج وقبل ما نتريد نتكلم من حوالي كم شهر انا كنت قدمت فيديو عن انطباع عن الالفة بالتحديد وكنت لعبتها على بي سي والبيتة اللي لعبتها على في خلال الفترة اللي فاتت وفي ملحوظات كتيرة مختلفة بين الالفة والبيتة عاوز يعني اتكلم معاكم عنها اولا كده عشان لو محدش فاهم بتحاول تقدم ايه تعالوا الاول اوضح لكم فكرة اللعبة سيج عبارة عن تاكتكل شوتر مش زي كولوف ديوتي او حتى بات الفيلد اللعبة بترجع اسلوب لعب يعني بقى نادر حاليا ان احنا نشوفه وكان موجود زمان في العاب زي ديلتا فورس او سوكم او سوات وريمبو ساكس تعتبر سلسلة قديمة وكتمن افضل واشهر الشكل ده من الالعاب لحد ما كان وقف تطورها من بعد ريمبو ساكس فيجس تو وفيه العاب يعني مكتبسة من كتب توم كلانسي كتاكتكل شوتر برضو زي جاست ريكون وزي سام اف الفيرز وريمبو ساكس سيج هي لعبة يعني اعتمادة بشكل كبير جدا على التخطيط في الفرق متكونة من خمس اشخاص بلعبه ضد خمس اشخاص كمان وبيلعبه على هدف معين اللعبة بتفرده واللي كان موجود في البيتا كان محاولة احتواء منطقة معينة فيها زي سلاح كيماوي او تفكيك كومبيلا الفكرة الاولية عاملة زي مثلا زي هارد بوينت من كول اف ديوتي حت التفكيك كومبيلا دي ممكن نشوفها في العاب تانية كتير جدا زي كاونتر سترايك على سبيل المثال والمفروض ان اللعبة بتخلي فيه فريق بيهاجم وفريق بيدافع والفريق اللي بيدافع بيحصن مكان معين من اختياره فوسط الماب في اول الجيم او خلونا نقول ان فريق ده بيعتمد على الكامبينج بشكل كبير الفريق اللي بيهاجم بيعمل سكاوتنج الاول عشان يحدد مكان الفريق منافس وبعد كده بيختار نقطة من خلالها بيقطحم مكان اللي فيه فريق اللي بدافع وبتلاقوا ان اللعبة بتبقى عبارة عن محاولة ارباك الديفندرز وتدبير دفعاتهم من جانب الاتراكرز وديفندرز عليهم صد الهجوم ده ويتوقع فريق التاني اصلا هيقطحم مكان منين وزي ما قلت في الاول اللعبة مش زي او حتى باتلفيلد وده من ناحية ان حالة الران ان جان اللي انت بتشوفها في العاب دي وانك انت تضرب بالناس وتستخبى وتتنطط والجودة مش هينفع في اللعبة دي هنا اللعبة اقاحة بطيء ووقعية بشكل كبير جدا خصوصا مع استخدام الاسلحة يعني بحيث انك انت طلقطين ممكن يموتوك ويموتو لقدامك كمان فاي جيم انت بتلعبه لازم يكون فيه جانب تكتيكي وستراتيجي انت بتتبعها مع اصحابك عشان اللعبة تحاول تخليك تعيش انت واللي معك مهمة بيقوم بيها فرقة قوات خاصة بالفعل اللعبة هنا بالشكل اللي بتفرضه على الناس ده ممكن يقول انها مش موجهة انها تبقى لعبة اكساسيبل لعبة سهل ان اي شخص يلعبها ولازم تمر بمرحلة انك انت تتعلم تتعلم وتتعلم بقى وتغلط وتفهم ايه المفروض اللعبة بتفرضه عليك البيتة المرة دي يعني قدمت يعني فيه جيم مودز جديدة ممكن ما كناش شفناها في الالفا وممكن تلعبها لوحدك او وهو ده كانت حاجة كانت موجودة من الاجزاء القديمة وبترجع تاني في الوقت الحالي هي ظريفة لحد ما بس شخصيا شايف انه جيم مودز محتاج اضافات اكتر من كده عشان يبقى مسير للاهتمام شوية لان انا لاحظت ان هو ضعيف شوية ده اولا والجيم مود مقدم مستويات صعوبة مش بتعتمد على غير انك انت تزود عدد الناس اللي مفروض انك انت هو الفريق اللي معك تقتلهم ومزود الدامج بشكل اكبر وغير كده مفيش يعني انا شايف ان ممكن يكون جيم مودز عاوز يتضاف له حاجات اكتر من كده ومفيش حاجة اتكلم عنه اكتر من كده الصراحة وارجونا بالفيديو اللي يخص انطباعي عن الالفا انا كنت علقت على نقط كتيرة منها فكرة اللعبة استقبال الناس للعبة سواء بقى يوبيسوفت فشلت في تقديم تجربة كويسة ولو نجحت اللعبة دي ميني لعبها اللعبة دي مستهدفة انهي كوميونيتي بالزبط بيعاوز يلعب اللعبة دي اولا انا لها تعقوبة على اكبر نقطة سلبية انا شفتها من خلال البيتا وتسببت ان اول ساعات لعب يعني ارفت منها وقفلتها وهي مشاكل الناس ممكن تقول دي بيتا اكيد فيها مشاكل اعتقد يعني ان اي بيتا تتعمل عشان يعني نشاور على المشاكل ونحظر منها قبل نزول اللعبة مش كده برضو يعني مفروض ده اللي بيحصل ومفروض ان البيتا كان فيها يعني اول مشكلة في الماتش ميكينج من ناحية انه بيطول بشكل كبير جدا وساعات لما بيجيب ناس تقدر تلعب معهم بيحصل ان زي بتسبهم بدون اي تدخل منك وتعيد السيرش تاني والموضوع ده كان فيه تضيع وقت بشكل كبير جدا اللعبة نفسها للأسف شكلها مبنية على نظام الهوست ان فيه حد معاك هو اللي شايل الجيم وطبعا حسب مستوى الكنيكشن بتاعه بتأسر على الجيم ذات نفسه وطبعا ممكن يخصل هوست ميجريشن وشغل يعني مفروض ان الواحد ما يشوفوش في لعب بتنزل في 2015 فشخصية شايف ان المفروض اللعبة زي دي تكون بدديكيتد سيرفرز وكمان يكون فيها زي سيرفر براوزر خلينا نقطار مسلا عاوزين ان نخش هرقاني الجيم او اعتماد على ماتش ميكينج بيقود زي سكيل او رانكينج سيستم عشان تخش تلعب مع ناس من نفس المستوى بتاعك بس اعتقد لحد دلوقتي حاجة زي كده مش متطبقة بعيدا بقى نقطة الكنيكشن وبالنسبة للقرارات تصميم اللعبة نفسها من ناحية البالانس انا شايف ان بين الالفة والبيتا ان المطورين اللي شغلينها على اللعبة سمعوا كلام الناس وفيه كمية تفاصيل ومقتراحات الناس قلتها وتم تنفيذها في البيتا وده اللي اسعد بشكل كبير جدا يعني اول حاجة الادوات اللي زي الهارتبيت سونار اللي كان موجود في الالفة هو تغير الاسم بتاعه الصراحة مش متذكره دلوقتي وكان عبارة عن والهاك في الالفة ذات نفسها يعني ممكن تشوف يعني الناس من وراء حيطة بشكل بدون اي تأخير في الاستجابة ومعدش بيجيب لك دلوقتي اللي بيحصل من وراء حيطة يعني ما عدتش بتشوف الناس بتتحرك مين وفين بدون اي تأخير وبالنسبة للهيت ماركرز يعني كان في ناس كتيرة جدا نشتكت منها ما عدتش بتظهر الا لو موت الشخص لقدامك يعني انت دلوقتي بتشوف يعني زي هيت ماركر بتطلع في نص الشاشة لنا احمر وبالاضافة ان فيه زي السكور بورد بتاحت يعني تعرف من خلال انك انت موت الشخص ده اللي كان بيحصل في الالفة انك انت ممكن تضرب على شخص مثلا واقف وراء حيطة وتفضل تضرب وتعرف تجيبه من الاخر وشوف هو بتحرك فين وزائع عن طريق الهيت ماركرز وكانت وسيلة رخيصة شوية الصراحة بعد كده بالنسبة للركويل بتاع الاسلحة بقى عالي على عكس الالفة ويكبرك على التحكم فيه والايم داون بتاع الاسلحة بيحسسك بتقل السلاح حتى لو كان فاللي بيعرضوه الصراحة من خلال البيتا دي هي حيطة ان احنا بنسمع فيدباك بتاعكم ودي نقطة اجابية كبيرة جدا وخلتني اطامن الى حد ما من ناحية اللعبة بس شخصيا شايف ان فيه من ناحية ما زال فيه شوية حاجات صغيرة عاوزة الصلاح زي مثلا استخدام الشيلد انا شخصيا متفاهم فكرة ان الشيلد يبقى موجود في اللعبة عشان المفروض يكون بيتم استخدامه زي ان يوفر كفر محمول للفريق اللي معك وده زي مساعات فرق الصوت بتعمل في الحقيقة بس انتو عارفين يعني ان فيه ناس يعني بيعشاؤوا الابيوز وممكن لو فيه بطاطساية في اللعبة يعني هيحاولوا يلاقوا ليها لازمة وتستغل بشكل غلط الشيلد في اللعبة بمفروض انك انت بتستخدم معاها زي بيستول واللاحظتوا ان البيستول في اللعبة دكو تستخدمها من الهيب فاير عالية بشكل كبير جدا ومداها عالي كبير جدا برضو فدي حاجة محتاجة ان يتعمل لها نيرفينج بحيث ان على الاقل يتقلل الدامج بتاع البيستول بذات نفسها عشان فعلا فيه ناس بتخش مستخبية ورس شيلد عاملة كراوتش على الارض عشان محدش تضربه في رجلهم وقعد بقى اتنطط بقى وحاول تضربهم من ظهرهم عشان تعرف تجيبهم انعرفت ودي حاجة كانت ملحوظة في البيتا ويعني كان في ناس كتيرة جدا بتعملها ومش هنكر ان انا شخصيا ممكن اكون جربتها اكتر من مرة والصراحة يعني من خلال البيتا انا شفت يعني ايجابيات كتيرة في تصميم اللعبة في اللعبة ممتاز جدا جدا ممكن تستغل وتصالحك بنسبة كبيرة ودي حاجة يعني ممكن نقول ما عادتش موجودة في اجزاء بات الفيلد الاخيرة يعني انه يبقى غير انه حاجة مثلا ممتازة في الجرافيكس بين قدامك بتبقى بتستغلها عشان طرف تكسب زي ما كنا بنعمل في بات كامبني لما كنا بنوقع السقف التعمبنة مثلا على الامكم عشان نخلص منه يعني ومفيش اامكمز مثلا ممكن توقع السقف عليها بس الديستركشن معمول بشكل حلو جدا انك انت ممكن تستغله بشكل تكتيكي في اللعبة ذات نفسها ومعمول بشكل منبقى اداف ايدك قبل ما يكون عبارة عن ميزة في الجرافيكس فكرة الابريتورز او الجنود المميزين اللي انت بتفتحهم برضو عجبتني وهي بتديلك مجموعة مجندين تابعين لفرق عسكرية من كذا دولة والكل مجند زي اداة مميزة وبعض الستاتس المختلفة من ناحية الوزن مثلا وهي اللي عجبني ان لو حد في التيم بتاعت اختار اوبريتور زي ميوت محدش تاني هيقدر اختاره فممكن تقولوا ان اللعبة بتفرض شكل من البالانس عشان ما تلاقيش خمس اشخاص مثلا داخلين عليك الجيم ويهي بنفس الابريتور وتحس ان الجيم مفوش بالانس تماما دي حاجة كويسة جدا ان هم فرضوها واموما لما بسطت المتقدم في البيتا وما لعبتها مع اصحابي ونتفق نعمل ايه ونخش منين ونمشي مع بعض او نوزع نفسنا اللعبة كانت صراحة ممتعة جدا في حتة ان احنا لو نخطط وبنشوفها نعمل ايه وده خصوصا بيجي بعد لما تعلمت انا المفروض استخدم الاسلاحة ازاي واتعود على اللعبة فعلا هي بتكون محتاجة شوية صبر في الاول وزي ما قلت لكم في الاول طبيعة اللعبة دي يعني انها مش تتلعب لغرض السلينج انك انت تقعد تجيب في كيل ستريكس عالية وخلاص طبيعي جدا انك انت تخش يعني ما تقتلش الا شخص واحد في الراوند الواحدة الهدف اللازم يعني تحطه في دماغك وانت بتلعب اللي هو المكسب بس طبعا في كذا حاجة يعني ممكن تقول النم قلقاني من ناحية اللعبة انا زي ما وضحت في فيديو الالفا انا فان قديم للعبة من ايام بلاي ستشن وان مع اجزاء زي روج سبير ولون وولف ونفس السلسلة دي ترجع تاني بافضل شكل واللي تقدم في البيتا يعني بغض من نظر عن مشاكل السيرفرات والكونكشن وبعض المشاكل البالانس يعني اللي تقدم هو حلو بس الفكرة انا ابو بوصل بموضوع ايه كمان ممكن يكون موجود في الاخر عشان يكون مناسب للمبلغ المطلوب في مقابل اللعبة وهو الستين دولار هلا هيكون فيه جيم مودز كتيرة وحتى يكون فيه عدد معين منهم لير بلاي بالتي عالية مثلا فمنلاقيش نفسنا محصولين في الاخر في اتنين جيم مود ونزهق مع الوقت واللعبة ذات نفسها تموت وخصوصا ان اللعبة فيها جانب ممكن تقول انه هو محبط شوية بالنسبة لي انه ما فيهاش ستوري كامبين انا اقافي العاب في الفترة اللي فاتت ما كانش فيها ستوري كامبين او فيها حاجة بتتداعي الكلام ده بس ما كانش الموضوع مأثر علي لكن الواحد يعني كان متوقع ان يكون فيه ستوري كامبين فيه اكشن حلو زي بتاع فيجس وان وثو انا مش مستني القصة ذات نفسها انا مستني الاتشن والجو اللي هو الواحد ممكن يكون مستني من اي لعبة شوتر تقليدية بس للأسف الكلام ده مش هيكون موجود في اللعبة دي وقت ما تنزل وخصوصا مع المشروع اللي اتلغى اللي كان اسمه باتريوتس وده مفروض كان اسم اللعبة في الاول واللي كان فيه فيديو ليه كان عارض حاجة ليه علاقة بكامبين كان شكلها بحلو جدا يعني انا مقلق منه عموما يعني هل اللعبة هتقدم لنا قيمة كويسة مع نزولها ولا لا انا عارف ان فيه ناس هتقول فيه خراية مجانية هتنزل والكلام ده بس انا عاوز اعرف هل فيه جيم مادز مثلا اكتر وافكارها هتكون ايه وهتزود عمر اللعبة ازاي فيه نقطة كمان الصراحة وهي مش مرتبطة باللعبة وتصميمها ومحتويها قدم هي مرتبطة بفكرة استقبال الناس للعبة دي ذات نفسها ودي كنت اتكلمت عنها في فيديو بتاع الالفة بتاع اللعبة ولعبة زي ما هو واضح من الكلام اللي انا قلته من شوية انها معمولة لثقة معينة من الناس اللي هي غاوية وفيه ناس ما جربتش الشكل دابل كده ممكن الموضوع يعجبهم بس انا عاوز اقبقى واقع شوية وهقول يعني ان السوق حاليا يعني متجه اكتر ناحية الشكل اللي هو اللي زي مثلا يعني على سبيل المثال ان بتحول في فترة اللي فاتت اكتر واكتر مع الوقت لحد هارد لاين انها تبقى لعبة واي حد يلعبها يعني على العكس اللي كان يعني فيها مستوى من التعليم لازم تمر به عشان تبقى عارف تلعب فاللعبة زي ريمبو ساكس سيج يعني نزلة في توقيت تقبل اغلبية الناس للشكل ده من الالعاب من الممكن ما يكونش بالشكل الكبير اللي اي حد يتخيله فوجة نظري وفيه نقطة كمان يعني قبل ما اقولها يعني اي حد انتبعني عارف كويس جدا عمليش شغل بين الاجهزة ويقعد بي سي ماستر ريس والبالة اللى زرق الكلام ده بس اللعبة دي بشكل كبير موجهة لأكتر كوميونيتي في الوقت الحالي بيلعب تاكتكال شوترز وهو بي سي جيمرز زي كاونتر سترايك او ارما وعلى الكونسل معظم الناس بتتجه للالعاب السريعة التويتشي اللي هي مش فيها التحكم بيبقى تقيل زي ما هو موابوط في سيج زي لعب زي او باتل فيلد مؤخرا او حتى لعبة حاصلية على الاكس بوكس وان زي هيلو بس طبعا على النحية التانية فيه يعني ازمة ثقة كبيرة جدا بين بي سي جيمرز وي بي سوفت بسبب انها لازم تقدم حاجة مش مظبوطة في نسخ بي سي من العبها من اول مشاكل بسيطة زي ماوس اكسلراشن في لعبها زي فار كراي فور لحد بورت بايزة زي يونيتي او مخفية في الجرافيك سيتنجز زي نفسها زي فانا ما سمعتش حد اشتكد صراحة على بي سي من البيتا من ناحية ويعني مشاكل ممكن تكون تخص برضو زي عموما انا اتمنى اللعبة يعني تكون وقت ما تنزل في شهر اتناشر تكون حالتها كويسة محتوية كبيرة لان الصراحة يعني هي بتمثل رجوع سلسلة يعني بتنزل في الحصل الدهب قبل التخريف اللي هما فيه حاليا واتمنى يعني التخريف ده ما يصربش على اللعبة دي باي شكل من الاشكال انا شخصيا من المحتمل ان انا عبع على بي سي يعني تجربة اللعبة على بلاي ستشن فور كانت يعني اوكي بس الكنترولز الصراحة كانت فيها شوية مشاكل واللعبة بتشتغل يعني بالفريم ريت مش سابت شوية ستين شوية تلاتين يعني يعني الكلام ده ما بحبوش الشوترز على الكانسل الصراحة واتمنى يعني لو كان فيه اي حد لعب اللعبة على اي كانسل اللعبتاها على بلاي ستشن فور اللعبتاها على بي سي اللعبتاها على الاكس بوكس وان اي اي جهاز يعني انتوا لولي تجربتكم للعبة اي رأيكم هل انتوا شايفين ان اللعبة ممكن تكون كويسة لما تيجي تنزل اه شهر اتناشر اللي جاي وايه هي توقعاتكم بالنسبة للعبة فاتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واتشوفكم فيديو جديد